بداية أنا بلعرف شنو دور إدارة الاستشارات الأسرية هل هم فقط في حالة الطلاق ما قبل الطلاق ولا عندكم أدوار أخرى طبعا إدارة الاستشارات الأسرية تدرجت من عام 96 من مستوى قسم إلى مستوى مكتب إلى إدارة في عام 2001 هدف الإدارة الرئيسي اللي هو صلاح ذات البين والحد من ظاهرة أو مشكلة الطلاق وبنفس الوقت قادمين نقدم أمور كثيرة من التوعية والمحاضرات والندوات حق الشباب المقبلين على الزواج في الحياة الزوجية اللي مستقبلين فيها أو المشاكل اللي يعانون فيها أثناء زواجهم الحالة أو لفترة بسيطة يعني أول خمس سنوات هي الفترة الكثيرة اللي تكون فيها مشاكل في الحياة الزوجية كيف يتم الإشارة لكم؟ يعني أنت الآن مثلا في واحد متزوج وفي مشاكل في حياة الأسرية كيف ينصح لنا إيكم قبل مرحلة الطلاق؟ ما فكروا بالطلاق بعد إنشاء محاكم الأسرة بدأنا في مراكز اسمها مراكز تسوية المنازعات هذا المراكز يتقدم لها الشخص سواء كان زوج أو زوجه في إنه يقول لكم أنا والله عندي مشكلة وأبيكم تساعدوني فيها فاستدعوا الطرف الثاني عادة الزوجات أهم الليون لأنها قبل لا ترفع دعوة في إدارة الضباط الدعاوي لازم تمر على مراكز تسوية المنازعات تقدم في المركز طبعا عقد الزواج وتقول أنا مشكلتي واحد اثنين ثلاثة نضطر نستدعي الزوج النادي نقعد معا نبحث الحالة نشوف شنو المشاكل وإذا في لها مجال في حلول يعني تم توقيعهم على اتفاق رضائي وصار الصلح بينهم وانتهى في حال تعذر الصلح بينهم نضطر نعطيهم شهادة تراجع فيها الزوج أو الطرف الثاني إدارة الضباط الدعاوي عشان يقدمون على قضية اللي هو طلاق للضرار فدور الإدارة الاستشارات قبل الزواج وأثناء الزواج والتوعية مستمرة عندنا قبل وبعد الزواج حال لم يتم أو تعذر الاتفاق وجوب طلاق الضرر سواء لا أو لها يعني هي ما يترفع دعوة أو تقولك أنا عندي مشكلة مع الطرف الثاني إلا أنا ما تضررها يعني هو قاعد يقول يعني صج الطلاق في يد الزوج يعني العصمة في يد الزوج لكن يقولك أنا مثلا مغشيت فيها الزواج أو صار مثلا هم قصوا علي هم ما كانوا صريحين معاي فأنا مضرر فأنا برفع قضية طلاق للضرر وهذا من حقي طيب هذه واحدة من المشكلات ممكن أي مشكلة يتعذر فيها الصلح يكون طلاق للضرر في كل الأحوال المشاكل لازم اللي يتقدم حق هالمكان وهو عنده مشكلة ومضرر منها فهو ياية بالصلح في حال أن الطرف الثاني ما كان متعاون معانا أو أنه رافض الصلح خلاص يعني راح تنتهي للمقابلة في أن تعذر الصلح بينهم يعني يلجأ الطرف الثاني إلى إدارة ثباط الدعاوي عشان يرفع دعاوة طلاق للضرر طيب يعني نحن نرجع للبداية الحين الشخص ياية بيتزوج أول ما يدش وزارة العدل احنا نبي هل هناك دورات؟ هل هناك؟ أيه هو لما يدارة وزارة العدل على قولتك يا إدارة التوثيقات الشعية يسوي إجراءات ثانية اللي هي فحص قبل الزواج لكن احنا كدورنا في وزارة العدل بالتعاون مع الأمانة العامة اللي وقاف قاعد نسوي محاضرات ودورات وورش عمل وقاعد يعني سنويا قاعد ننزل طبعا فيها إعلانات قبل فحص الزواج؟ شون؟ يحضرها قبل فحص الزواج؟ هي ما هي إجباري هي نسويها احنا عامل الجمهور ما بفي ناس أبي المجتمع يكون صريح مع نفسه الحضور زين ولا لأ؟ لا الحضور زين بس إنه مو كله كويتين يعني أنا قاعد أشوف الفترة الأخيرة اللي قاعد يقولنا بعد أجانب يعني غير كويتين عاربت شون؟ هم يقول لك والله أنا أبي أتعلم أبي يعرف شون أحل المشاكل يعني أنا ساعات أحتكر هالدورات فقط للكويتين لأن يعني أبي شبابنا يثقف أبي شبابنا يعني يعرف شون يحل شون؟ يحضرون؟ فيهم يحضرون وما شاء الله فيهم يعني أعداد بس مو الكمل هاء اللي احنا يعني نتطور مو الكمل اللي قاعد يتزوج؟ بالضبط يعني إذا يتزوج 13 ألف ولا 12 ألف يمكن يجيك 20 ثلاثين هذه كارثة؟ يعني هو التوعية موجودة مقارنة بالنساء بالطلاق شون؟ مقارنة بالنساء بالطلاق تعتبر كارثة؟ لا هي هذه تدخل من جانب التوعية يعني فيه واحد يقول لك أنا أبي أخطب أو أبي أتزوج أنا أثقف نفسي من هالجانب أبي أعرف شنو دوري شنو مسئولياتي شنو اتجاه الزوجة شنو اللي لي وشنو اللي علي فيه نفس الشي يكون مخطوبين يعيين مع باقي يعني فترة أخيرة وايد يوني يعني توهم مالتشين وأنا أستانس لما يكون هم توهم مالتشين يعني يعني يعيين أهم يبي يعرفون يعني حياتهم وشنو المشاكل اللي راح تواجههم فأهم يستمتعون معنا في الدورة لأنه أوردي هي ثلاثة أيام فهم يأخذون فيها خبرة يأخذون فيها معلومات يعرفون شنو هم يتعلمون أنهم يواجهون مشاكلهم والأسرية بستاتي بما أنك ذكرت أن هناك منهم غير كويتين أيضا قاعدين يحضرون الإدارة عندكم هم بعد تعنى بغير الكويتين بشكل مباشر من ناحية إصلاح ذات البين طبعا نشوف الإدارة يراجحها المواطنين وغير المواطنين عن الأجانب الأجانب نتكلم له مثلا قبل فترة مثلا قبل يومين مروا الصينيين بس كانوا يتكلمون اللغة العربية طبعا وقعت معهم فكان الموضوع منهم هو انتهت إقامتها بيرجع هي تقول لك أنا مستقرة أبي أقعد يهني ومعاي بنتي فأنا ليش أهاجر أو أرجع مرة ثانية معاه أنا استقريت في الكويت وبيقعد في الكويت فأهي تقول أنا مضطرة أني أنا أطلق منه ما بأسافر أرجع الصين هذه حالة ما كانوا يتكلمون معي العربي في حالات لما يكون الأجانب بحثة عندنا ديكاترا واستشاريين موجودين معنا في الإدارة ديكاترا الجامعة ولغتهم الإنجليزية طبعا متمكنة فيقعدون مع الحالات ويتكلمون معهم ويناقشون هذه الحالات اللي نقول العقودها إسلامية يعني عربيا موجودين في الإدارة لكن العقود المسيحية لا طلاقهم راح يتم في وزارة العدل مو في إدارة الاستشارات طيب بالنسبة لطريقة عمل الإدارة يوجز مثلا زوج وزوجته في عندهم مشكلة هل بالضرورة أنه لازم يمر على مكتب الاستشارات وإذا مر على مكتب الاستشارات شنو الإجراء اللي بيتم داخل هو شوف إجباري لازم يمر على إدارة الاستشارات الأسرية عشان نفتح لاستمارة ونبحث الحالة ونشوف الأسباب يعني في مجال للصلح في حالات كثيرة يعني يعني يانين يتاوشون أو متاوشين على مشاكل تافة يعني في الوقت الحالي الشباب والبنات صار عندهم مفهوم الزواج يعني بالذات البنت تكملها من بعد شهدت الجامعة أي سفر وناسة ومكياج وطلعة وحرية والزوج يظن أن الزوجة بيت وعيال بس هو ينسى نفسه أنه الحين رح يتقيد مع زوجة يعني لازم يتغير شوي جدوله ما يطلع وايد ما يصهر مع ربعة ما يروح حداق يعني ما يصافر فيه زوجة الحين صارت عندك المسؤولية يروح ولكن باعتدال يسوي كل اللي يسوي ولكن باعتدال للحين هو يعيش جو أنه للحين ما زال شاب يعني وأنه هو ما تزوج فلما يمرون على الإدارة تقعد معهم الباحثة أو الباحثة أو الاستشاري يساعدهم في حل مشاكلهم يعني نتوصل إلى اتفاقيات رضائية ترضي الطرفين في حال تعذر الصلح بينهم عادة أن نلجأ حق فكرة الطلاق الناجح يمكن هي كلمة صعبة يعني طلاق ناجح بس هو أفضل يعني أنت بدل ما تطر أنك توكل محامي وهي توكل محامي وما بالغ تندفع يعني احنا نتفق معهم أنه يعني في حال صار الطلاق انتلك يعني مثلا لها نفقة عدة نفقة متعائدة في مؤخر صداق مواعيد رؤية الطفل المحظون إذا صار بينهم أطفال فاحنا نوثق هالأمور هذه المالية والرؤية يعني باتفاق ودي بين الطرفين في موثقة عندنا خاصة في مركز الدسمان ومركز صلاحة البين يصر ودي يعني أنه هنا يطلقنا بس طلاق ناجح ما لجأ الطرفين إلى قضايا ومحاكم وصار فيه بينهم عداء شديد أو يعني كره طيب في الحالات اللي هي أنا مضطر أني أتكلم عنها الحالات الأسوأ اللي هما أصلا من قبل يمرون على مكتب السشارات ما يدرون أنه يجب أن يمرون على مكتب السشارات أصلا ويقعين حق قضايا ويقعين حق قضية طلاق كل التابعات مالتها هم بعد لازم يمرون؟ لازم يمرون في كل الأحوال لازم يمر سواء يعني بينهم مشاكل يعني بينهم قضايا وهو لازم يمر عشان نبحث الحالة عشان نحن نحط أسبابنا يعني يعني كل سنة الأسباب تقريبا تتغير في الطلاق فلازم نبحث الحالة فيه ساعات أنت تقول حتى لو بينهم قضايا يعني يصير فيه اتفاق ودي يقولها خلاص أوكي بس أحيانا في أسر تتحرج يعني أنا أبي القاضي بس هو اللي يحكم أو يفصل في قضية الطلاق يعني ما بي مثلا ما عرفها ما بي أنا أحضر شوف العادة الكل يتكلم بس وين كان بتحفظ النوعا ما بس يتكلمون يعني خاصة الحين احنا صار لنا تقريبا أكثر من عشرين سنة يعني متواجدين في وزارة العدل فالناس بدأت تتقبل يعني أنا أذكر أيام ما كنت تعينت كانوا يرفضون أنهم يتكلمون الحين لا يعني عادي ما عنده مشكلة يعني إذا رفضوا يتكلمون شو تفوين شون؟ إذا رفضوا يتكلمون شوف يعتمد على مهارة الباحث أو الباحثة في أنهم شون يقدرون يعني تخليهم الفضفرون يتكلمون ولابد لابد أن تصير يعني حوار وفيه أخذ وعطى وفيه طرح حق المشكلة وفيه يعني ونعطي ساعات يعني حلول مثلا نقول لها يعني حالة اليوم الصبح اللي يتني يعني من الزوجين صار لم ثلاثين سنة ويابون يتطلقون يقول آخر ثلاث سنوات بدأ التغير يعني لقين أن سبب التغير هو تقاعد فقعد في البيت قعدت البيت سببت لها مشاكل وقبل كان لاحب الدوام الحين هو صار متفرق تفرق نهائي قاعد في البيت بتدري المتقاعد ساعة تصل لها مشاكل أن يحضوا بودوا بالبيت وإلا الخدم وشديد فقلت لها أنت مردش بالتقاعدين فيعني الأمور تنحل بالهداوة يعني مو خلاص أنا بتطلق عقب عشرة ثلاثين سنة قلت له الأمور المالية هو ما عنده مشكلة أنه يلتزم فيها اللي هي تبي نفقات تبي ينفق لو تقول تقاعد قام ما يعطي ما يصرف قلت له طبيعي لأنه راتبة تغير يعني راتبة وهو على رأس عمله طبيعي راح يقل لأنه هو تقاعد فهو يبيه نش أنت تساعدين أنت ما زلت على رأس عمله فهو يعني الحياة أخذ تعاون فتساعدين تقول لا يعني فيه أمور هي تبي فيها يعني اللجوء للمحاكم اللي هي الأمور النفقات وهو ما كان عنده مانع بس هو متردد كان في الطلاق يعني ما وديه يطلق بعد هالعشرة العشرة مو سهل للواحد ينساها فما بالتش بيلي الحين فيه ناس مثلا ما كملوا السنة وتطلقوا هذيلا بناء على حجم المشكلة سواء كانت مشكلة كبيرة أو صغيرة هناك يتم التقييم القياس ولكن فيه مشاكل كبيرة جدا لدرجة الواحد خلاص أنا عايف أنا ما أبي أنا لا تدخلوني في هذا التراتب أنا أبي أطلق يصير من غير يعني يعني تجاوز مكتب الاستشارات لا لازم يمر في كل أحوال هو لازم يمر ولازم يقعد مع الباحث أو الباحثة ولازم نفتح له استمارة وملف ونعرف الأسباب وبدين نحوله إحصائية أنت كنتون تأخذونها من القضية نتيجة القضية نحن نعرف الأسباب عشان ندرس بعد نسوي دراسات نبي نعرف أن ليش يعني تطلق يعني خلنا نقول لك ماذا الدراسة أنا مشكلتي الوحيدة الدراسات بالرف أي إحنا علشان نعدل هذه الدراسات شنو لازم نسوي هل أنتوا عندكم ما بعد الدراسة في عندنا متابعة يعني إحنا عندنا الحالات حتى لو تم فيها الطلاق في عندنا قسم مختص يدق على هالحالات يتابعها وفيها تصير يعني حالات صرحة يصير لها المراجعة بعد الطلاق يعني مثلا يعني عفوا قبل شوية انت قلت لي شنو يكون أن اللي بيون يعني صار لهم فترة اللي صار لفترة طويلة نزين قلت أنت واحد من الأسباب تولها حطي أنه مثلا تقاعد بس فيه ناس اللي ما صار لهم سنو مشكلة كبيرة صايرة مشكلة كبيرة جدا نحن ذكرت هذه فيه يحضرون الطرفين ما أقولك ما هذا يعني مثلا هو يحضر يقول لي أنا مثلا مغشيت يعني الحين الفترة الأخيرة الأسباب تغيرت يعني قبل خنقول قبل 15 أو 18 سنة كانت الأسباب خنقول مثلا إدماء الإنترنت كانت وطالع الإنترنت والمسنجر والكمبيوتر الحين لا أدخلت علينا مثلا أسباب ثانية يديدة مثل الألعاب الإلكترونية دخل علينا عمليات التجميل والتكميم هذه صارت فيها شوية نسب يعني هم يعني زيادة يعني ما كانت موجودة في السابقة الحين لا يقول أهم غشوني يعني أنا ما سألت وتأكد الصورة في البطاقة غير ويهب الواقع غير هذا يحط على عاطقكم أنتم مسؤولية أكبر يعني أنا الأمانة أنا بحط نفسي مكان المشاهد اليوم المفروض من مكتب الاستشارات الزوجية أن مثلا خلاص هذه الأسباب أنا أدرسها من منتهاها وأروح أقول حق الناس ترى لازم في حال علشان يتم الزواج السليم لازم يعرف كل شي لازم فيه مصارحة إذا مصارحة إذا مصارحة هذه تتبع الزوجة نفسها يعني أهل البنت إيه بس أنت تأخذون النتائج وتورونها الناس إحنا قاعدين نقول نتكلم ووزارة الصحة توقع الآن في دراسة قاعد تشتغل عليها وبالفترة يصار بيننا وبينهم تعاون على موضوع اللي هي عمليات التكميم والطلاق اللي قاعد يصير في الفترة الأخيرة بس هم أرجع ويقول هذا يرجع يعني حتى حق البنت وحق الولد نفس يعني مو بس البنت قاعد يسوي تكميم ترى حتى الشاب اللي كويت يأخذ بالفترة الأخيرة قاعد يسوي تكميم وقاعد يضعف وقاعد جسمة مثلا يترهل وشذي فخليك صريحة وخليش صريحة مع الطرف الثاني وقولي أنا سويت تكميم يعني عرفت شو بعدين الحين ما بقى شي ما أسألوا عنه حتى رصيدة في البنك يعرفون يعرفون ذمديون بس يعني منصجي ترى قاعد أتكلم نحن مجتمعية نحن لا يكون على بينا يعني واحد يكون يعني فعلا لا حتى هذا هو ما قال الناس يعني الكويتها الكبر صح صغيرة المعلومة توصل صح فمنصجي ترى عن كشفات واحد يطلع بلقطة بالتلفزيون يطلعون عنها هستوري كامل صح هذه مشكلة اللي هو الحين الحالي للأجهزة الإلكترونية الأجهزة الإلكترونية السوشال ميديا فأحنا نروح لنهاية الأسباب أنا بالنهاية اليوم واحد يبيطلق أو واحدة يتطلق أي أن كان سبب الرئيسي في المشكلة ما يبون حتى يتواجهون ما في ثقافة طلاق شوف الفترة الأخيرة المجتمع الكويتي بالذات الشباب أو البنات أنا أتكلم على الطرفين يعني الكل واعي ومثقف ومدرك حق اللي قاعد يصير في المجتمع يعني الحين فئة قبل كانت عندنا فئة المتدنين يعني في التعليم هي النسبة الأعلى بالطلاق الحين صارت الجامعيين أهم أعلى نسبة الطلاق فعندهم وعي بس ما زال عندهم تحرج وخجل في أنه والله يلجأ يستشير أحد يعني الحين الشاب لما عنده مشكلة مع زوجته يكلم منه يمكن يكلم رفيجة يمكن أن يكون رفيجة ممتزوجة فما عنده خبرة فيعطيها الغلط لكن إحنا في إدارة موجودة وفي مراكز العصر متواجدة يعني إحنا موجودين حتى تقدر تستعلم معنا بأي طريقة تحدد لك موعد تقعد مع استشاري سواء دكتور أو دكتورة أو باحث ويأخذ يعطي معاك في المشكلة وتوصل إلى نتيجة ترضى الطرقين لكن لما يقول لك أنا أبي بروحي ما بي يعني الطرف الثاني يحضر زين أنا شو نحلك المشكلة إذا بروحك يعني لازم يكون في الطرف الثاني متعاون وحضر معاك عشان نقدر نحل المشكلة بوجود الطرف الثاني بوجود الطرف الثاني لازم يحضر الطرف الثاني لأنني أنا ما اعتمد على مصداق احترام يعني لما ييني الزوج يتكلم طبعا وهو ما رح يمدح لي في البداية خلنكون واقعين هو لازم يحط العذارب والسلبيات كلها لا أنت بالنهاية لازم المواجهة لازم أواجههم هذا أول شيء لازم مواجهة ولازم الكلام يكون للطرفين واحد عشان تسمعين الكلام تعرفين أنه صح ولا لا وتعرفين التصحيح إذا كان فيه خطأ صح ولا لا يعني نحن الحين من كثل الخبرة اللي عندنا عندما يقعد يتكلم عرفه هذا مثلا صغير صادق في كلامه أو هو يبالغ أو يتشذب من حركاته بس ما تطلقينهم لما أطلق أنا ما أقولك ما أطلق سيدة لازم أقعد معهم بعدين إحنا قاعدين نحط موعد يعني أنت لما تيني معصب ومضايق يعني خلنفرض هو ييني معصب يمكن متهاوش معها أمس أو صار بينهم تتش لما ييني الصبح ويقعد ونفتح الاستمارة ويقول أن الأسباب يعني ما رح أطلقه بنفسي اليوم أنا لازم أول شيء أبلغ الزوجة لازم أعلنها في إعلان يطلع أسبوعين بعد الأسبوعين يعني يحذر ساعاتي هو معصب واصل لمرحلة غضب شديدة عشان أنا أسيطر عليه وهدي أتصل على الزوجة أكلمها أقول لها مثلا عندك موعد في مجال تيني اليوم يعني في حالات أكون متعاونة معهم أقول في مجال تيني اليوم عشان نحل المشكلة ودي يأتحذر بناء على التصال وهذا يصبح مفروض يعني مو أساسي ما هو رسمي لأن أنا ما أدري إلي أكلم هل فعلا زوجته ولا مو زوجته يعني شون يمكن يعطينا الرقم شخصا ما فتطلعها مو زوجته بس خلاص أوكي أنا دريت طلقيني لا ما أطلقيك أنا عن طريق التليفون لازم حضوره لازم إعلان رسمي وتسكيل المتوقع في ناس ما تي في ناس ما تي بس في ناس تي يعني من فترة أخيرة خلاص الناس لازم تي لازم يعني تعرف شن الأسباب في يعني حالات مثلا تقولك أنا ما أدري شنو ليش ينطلقني يعني هو موجود معاي أمس مثلا أو موجود معاي اليوم الصبح والوضع طبيعي بينه لأن ليش بيطلق يعني تكون أسباب هي بالنسبة لها مجولة من باب الفضول لازم يتحضر عشان تعرف شنو شنو السبب ليش بيطلق يعني يعني في حالات كثيرة مثلا بتزوجها مثلا زراج ثاني خايف زوجة الأولى تدري أو أنه مثلا هو كبير بالعمر وخذه مثلا وحدة غير كويتية فخاف أنه هو يموت وبعدين هي تسخل معاه في الورث عياله يدرون أو زوجته يدرون فهو يعني يطلق فهي ما عندها علم هو ليش يطلق يعني ما في بينه وبينه مشاكل ليش يعني يطلق هو بس أنه نعم قاعد صحة خاف أنه هو يعني لا سماح الله يموت تورث الأسباب كثيرة ولكن كل ما ندعو له في هذا اللقاء هو أنه إحنا ودنا فعلا أن يكون في ثقافة حتى في أبغض الحلال اللي هو الطلاق هم لازم يكون في ثقافة في حال أنه وجود أطفال من عدم وجود أطفال في حال احترام حتى الاحترام الأسري ساعات يكون مثلا واحد ما أخذ بنت خالطة ولا ما أخذ بنت عمه ولا أين كان هم بعد ثقافة الطلاق مهمة فهذا ما انتمناه منكم أيضا من خلال نشرة للمجتمع ككل مو بس في هذا المكتب اللي ينفي اللي بيطلق واللي تبي تطلق كل الشكر لتشير أستاذة حياة الفضل مراقب الفروع الخارجية بإدارة الاستشارات الأسرية في وزارة العدل على وقت الشتامي شكرا لتشير شكرا